نقاشات مطولة ناثارها رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي خلال الليلة الماضية فقد أراد تجنب الخروج بتهديدات محددة ضد روسيا بشأن الصراع في سوريا لا أعتقد أنه يجب في الوقت الحالي تجديد العقوبات وهذا ما اقترحه وزراء الخارجية يوم الاثنين لكن ألمانيا وفرنسا بشكل خاص طالبتا بتعامل أكثر صرامة مع موسكو رغم عدم ورود كلمات عقوبات في الأعلان الختمي إذا ما استمرت الخروقات بهذا الشكل سنستخدم كل الأجراءات المتاحة حينها للرب لكن هذا الأمر لا يندرج في مقدمة قراراتنا حاليا وهذا ما أريد التأكيد عليه أما الرئيس الفرنسي فقد استخدم كلمات أكثر وضوحا في خطابه الختمي إذا ما استمرت روسيا بقصفها فأن الاتحاد الأوروبي سيقوم بالرد اليوم لا توجد عقوبات لكننا نطالب معا بتمديد وقف إطلاق النار وبالرغم من النقاشات التي استمرت لساعات متأخرة من الليل لم يتوصل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد روسيا والسبب هو المصالح الاقتصادية المختلفة